كل التحية والاحترام والتأدير تذهب للشعب المصري العظيم الذي يبهر العالم لأنه لما تلاقي الهيئة الوطنية للانتخابات تقولك أنه 45% هي نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى الآن خلي بيلك مع صدور هذا التصريح ما كانش لسه اليوم الانتخابي خلص مع صدور هذا التصريح ما كانش لسه اليوم خلص ولازم أنت تفكر مع نفسك يا ترى هل ترى إيه السر وراء هذا الإقبال المزهل ممكن نتكلم يعني ممكن نقعد نفكر مع بعض بصوت عالي أنا أقدر أقولك بمنتهى الوضوح والجلاء أنه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية وهذه الكارثة الطاحنة للشعب الفلسطيني هذه القضية للمصريين كلهم دون استثناء يعتبرونها قضيتهم المركزية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة أرادوا أن يضربوا مثلا أمام العالم خد بالك لأنه ده المثل رقم 3 مجتمعيا شعبيا المثل الأول كان واضح جدا 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 مع نزول ملايين المصريين بعد حديث فخامت الرئيس مع المستشار الألماني حول أنه المصريين كلهم مستعدين ينزلوا الشارع حتى يعبروا عن رفضهم الكامل سواء إذا كان للتهجير القصري سواء إذا كان للمساس بالأمن القومي المصري سواء إذا كان بتصفية القضية ونزل المصريين في مشهد مهيب مهيب ومهيب للكل مش مهيب لنا إحنا بس في الداخل ولكن مهيب أمام كمان كل حكومات وكل الشعوب العالم أنهم يشوفوا عشرات الملايين بتنزل للشوارع والميادين ترفع العالم المصري والعالم الفلسطيني رافضة كل ما يحدث من أمور للأسف الشديدة على الأراضي الفلسطينية دي حاجة طيب المشهد المصري تاني يضرب المثل مرة تانية الرأي العام المصري المواطن المصري هذا الشعب العظيم وهو يتبنى حملات للمقاطعة أنا هنا مش بكلمك المقاطعة حلوة لوحش لكن تبني لفكرة أنه قد يكون ذلك سلاحا فعالا وقويا في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة وفي مواجهة دول العالم أو شركات دولية تدعم هذا الاحتلال المشهد الثالث بالنسبة للمصريين هو التأكيد على أنه كل مصر تقف خلف دولتها مصر كلمة واحدة شعب واحد دولة واحدة لا يوجد بين الدولة وما بين المجتمع أي فجوات ولا ينفصل الاثنان مهما كانت الظروف ودايبا دايما في الأوقات اللي زي دي فتشوف المصريين وهم يقبلون على الانتخابات بهذا الشكل طيب ده ممكن يبقى عامل من العوامل وأنا أرى عامل رئيسي أرى أن هناك عاملا آخر ألا وهو إيه؟ مسألة أنه المصري عاوز يكمل في هذا المشوار مشوار الاستقرار والبناء والعمل أن مصر تاخد مكانها الكامل والحقيقي أمام العالم كله مش بس في المنطقة عامل آخر متعلق بكم التيسيرات اللي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعموم المصريين حتى يمارسوا حقهم الدستوري وهو انتخاب رئيس جمهوريتهم ده على سبيل المثال فيه أيضا عامل رابع وهو متعلق كمان بثقة المصريين في قضاء مصر في القضاء المصري في القضاء المصريين اللي ليهم مني كل الشكر الحقيقي أو مننا كلنا كل الشكر لأنه قضاء مصر أظن أكتر من 30 ألف قاضي قضاء مصر قاعدين موجودين في هذه اللجان من قبلنا يعني من قبل التاسعة صباحا هتلاقي من الساعة السابعة صباحا وموجودين حتى خروج آخر ناخب آخر مواطن من المجمع الانتخابي فثقة المصريين في القضاء وأنه المصريين شايفين أن هناك إشرافا قضائيا كاملا من الألف إلى الياء على هذه الانتخابات خلى المصريين بيقبلوا إقبال مزهل مزهل اللي بتشوفه قدامك ده احنا بنتكلم يعني الهيئة الوطنية بتقول 45% وانا لما قررت التصريح كان أظن ساعتها الساعة 4 تقريبا 5 لسه فاضل 4 ساعات كمان على انتهاء اليوم ممكن تبقى 4 ساعات وكسور لأنه زي ما قالت الهيئة مش هنطلع حد برة المجمع الانتخابي أو الجمعية الانتخابية لحد ما أي حد موجود جوه يدلي بصوته ويتفضل مشكورا بعد كده روح إذن أنا ما استبعتش أنه النسبة مش بقى تبقى خمسة ممكن تبقى خمسين وحاجة وخمسين ممكن توصل لستين والله أعلم فين هذه مجرد توقعات تكاهنات ما هياش كلام رسمي يعني نترك هذا الكلام الرسمي وهذه التوقع أو نترك هذا الإحصاء الرسمي طبعا للهيئة شكرا